من إمبارح أو بقى أنا يومين ثلاثة بنعس زي ما بيقولوا في هذا الأمر ولكن حتى الآن الأقرب هو البرتغالي دوارتي جوميز واللي تم إرسال العقد للي توقيعه ومن المفترض أنه سيتم الإعلان خلال أيام من اتحاد كرة القدم عن دوارتي جوميز حكما أو مسؤولا عن تطوير التحكيم في مصر أو رئيسا للجنة الحكام معرفش هيعلنها إيه بس المهم ما هيبقى موجود جوميز كان حكم دولي برتغالي سابق حصل على الشرطة الدولية في 2002 لغاية سنة 2016 وبيشتغل محلل تحكيمي في البرتغال من بعد اعتزاله عام 2016 ويبدو أنه عنده فرصة كبيرة يعمل لنفسه اسم كرئيس للجنة الحكام المصرية لأنه لما هيشتغل في مصر حيتعرف ويبين قدراته ويعرف الناس كلها وقادينا حنقيمه برضو بالمناسبة أنا ما عنديش أي مشكلة في هذا الأمر اللي ييجي ييجي ولكن أنا كل اللي عايزه أن يكون هناك حكم دولي متفرغ ليستطيع أن يطور التحكيم في مصر ومن دلوقتي بقوا طالب أن يكون هناك استعراض علني للحالات الجدلية أسوة بالنظام اللي بدأ بيك لاتنبرج بداية هذا الموسم لأنه كان عامل حالة وكان عامل حالة أعتقد أن هي حالة اندباطية كبيرة جداً ما بين كل الحكام وحرص عدم الحكام أو حرص الحكام على عدم الخطأ ومراجعة جميع الحالات بشفافية وإعلان المحادثات الصوتية اللي تمت بين حكام الساحة وحكام الفار فليه لا؟ ليه ما يحصلش؟ أنا بس مش فاهم هو إلعب في أن يتم نشر محادثة الفار الفار ما بين الحكام وحكام الفار أفهم يعني أنا نفسي أفهم ما هي حصلت صحيح على رأي اللي بيقول حصلت ست سبع جوالات أو عشر جوالات كمان خلال الفترة السابقة وما حصلش أي مشكلة لأنه الناس كلها بتسمع إللي بيتقال ليه لا؟ طالما أنت بتخبي بقى أنت بتدري حاجة غلط أتمنى أن الكلام اللي أنا بقوله ده يكون وصل بشكل جيد للجنة الحكام لأنه الحقيقة أنا بأطالب بإيه؟ بالشفافية وابدأ بالنادي الأهلي ابدأ بالنادي الأهلي لأنه نادي الأهلي لا يطلب شيء إلى الشفافية والعدالة التحكمية في كل مباراة خالص هو ده نادي الأهلي وده اسلوب نادي الأهلي وده طريقة نادي الأهلي ما بقعدش أليف في ودور أنا أنا بطلب حاجة واحدة بس وهي العدالة التحكمية بس رب أنا أكرم إن شاء الله في الفترة اللي جاية وإن شاء الله يبقى اتحاد كرة القدم عنده المقدرة إنه هو يرسل على اسم خبير الحقيقة يقدر يشرفنا ويقدر يعمل شغل كويس جدا 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 في كرة القدم المصرية هنروح بقى لمباراة الأهلي والهلال ولقاءات الأهلي والأنداز السودانية الحقيقة لها تاريخ حافل تقى النادي الأهلي مع الأنداز السودانية بشكل عام في عشرين مناسبة تمثلت في الهلال والمريخ بجميع البطولات وحسم النادي الأهلي الفوز في 11 مباراة وتعادل في 6 مباراة وتعثر في 3 لقاءات أما عن تاريخ مواجهات الأهلي والهلال لعبه قبل كده في نهاء البطولة دي يعني دايما الهلال منافس شرس وبيلعب للفوز وأيضا الهلال مع المريخ بيتنفسه دايما بقوة على البطولات في السودان ولهم مباراة كبيرة كان في عشر مواجهات سابقة ما بين النادي الأهلي ونادي الهلال الأهلي فاس فاربعة وتعادل فاربعة وخسر مبارتين خلنا نطلع نشوف تقرير عن تاريخ مواجهات النادي الأهلي بالتفصيل مع النادي الهلال ونطلع نشوف تقرير عن تاريخ